الركيزة الثانية في العملية التعليمية إلى جانب المتعلم هو المعلم إذن في المعلم هو الطرف الثاني والأساسي في العملية التعليمية ما المقصود بالمعلم؟ أولاً المعلم هو جملة من الخصاص والصفات وكي نحصل على معلم ناجح لابد من توفر جملة من هذه الخصاص وهذه الصفات أولها الخصاص والصفات الجسمية المعلم هو شخص صاحب لياقة جسمية مناسبة صاحب شخصية نشطة حيوية متفاعلة صاحب مظهر جميل وحسن أنيق باستمرار لعلاقته ولتأثير هذه الصفات الجسمية على دوره الأساسي في التأثير أو في تعديل سلوك المتعلم المعلم هو أيضاً خصائص وصفات أخلاقي فهو شخص مخلص لعمله عاشق لمهنة المربي ملتزم بدينه رفيقاً لطلابه أو رفيقاً أيضاً بطلابه طيب القلبي لين في مواضع اللين وشديد في مواضع الشدة وهو ملتزم بالمثاق الأخلاقي السعودي لأخلاقية مهنة المعلم هذه الخصاص والصفات إذن الأخلاقية للمعلم النجاح المعلم هو أيضاً جملة من الخصاص والقدرات المعرفية والمهنية فالمعلم رجل خبير متمكن من مادة تخصصه كذلك هو مطلع على الثقافة العامة لمجتمعه وهو ذو شخصية مستعدة للتجديدات التربوي وهو شخص مثقف بسورة عامة بل ينبغي عليه أن يكون مثقف حتى يؤدي هذه الأدوار التي عليه بالأساس نتي الآن إلى المراحل التي تؤدي بنا للحصول على هذا المعلم الجيد في كل كليات التربية في العالم يتم هناك برامج لإعداد هذا المعلم على تلك الصورة التي ذكرناها قبل قليل فما هي المواد الأساسية التي ينبغي أن تتوفر في عملية إعداد المعلم حسب نظريات التربية المعاصرة يمكن أن نقول أن هناك أربع جوانب رئيسية في عملية إعداد المعلم الجانب الأول هو الجانب الثقافي العام الجانب الثاني هو الجانب التخصصي الأكاديمي الجانب الثاني هو الجانب التربوي المهني والجانب الرابع هو الجانب التدريبي أي جانب يحوز على أهمية أكبر من الجوانب الأخرى هذا ما تختلف فيه كليات التربية في العالم هناك من يركز على الجانب الثقافي العام باعتباراً المعلم لابد أن يكون واسع ومتعدد الثقافة هناك من يركز على الجانب الأكاديمي العلوم والمعارف الجامعية المتخصصة مثلاً في الجغرافيا أن يركز على العلوم الجغرافية وأن يكون رائد ومتكون بشكل كبير جداً في العلوم الجغرافية هناك من يركز على الجانب التربوي المهني يعني طرق التدريس يعني المناهج يعني علوم الإدارة التربوية يعني علم النفس التربوي يعني مراعاة الحالات الخاصة والتربية الخاصة هذا الجانب التربوي المهني هناك من يركز أكثر على الجانب التطبيقي التدريبي يعني يأخذ المعلم إلى الميدان العملي ويركز له على التعلم المباشر في الفصول لكن بالأموم فإن أي برامج لإعداد المعلمين لا بد أن تتضمن هذه الجوانب الأربع التي ذكرناها مهما كان تركيزنا على جانب أكثر من جانب آخر ما هي أهمية المعلم؟ المعلم قلنا هو خبير ووظيفته وظفه المجتمع لتحقيق الأغراض التربوية لذلك المجتمع فهو إذن مكلف اجتماعي المعلم هو يقوم مقام الوالدين وصاحب أمانة مهمة المعلم تتعدد مهامه أيضا من التوجيه إلى الإرشاد إلى التربية إلى التقويم إلى المساندة والدعم إلى قيادة تغيير الاجتماعي الإجابي هذه هي أدوار المعلم التي تجعل للمعلم كل هذه الأهمية ترجمة نانسي قنقر